كبرت براسه حبيبي كبرت براسه خلال التصوير وارجعنا لكم بهذه الحلقة الخاصة يلي فيها لقاء مع النجم فارس كرام تابعونا فارس او اول فوارس حبيبي تعال بي انت فارس كرام انا كتير ساعدين اليوم انو عم تصدفك لأول مرة بيه برنامج بايرولا رغم انو انت من الفنانين العززين كتير على قلبنا ولكن اليوم ساقة بيت خلال تصوير اغنيتك الجديدة شو بتحب تخبرنا عنا اول شي اشتعتلي وبايرولا وهذه اغنية من الالبوم الجديد بيتضلل ست اغاني اغنية اسمها يسقط كل حدا سافن يسقط كل حدا خوان لك الله يغاثل شكره على نعمة النسيان كلمية رياض العلي الحين علي حسون توزيع عمر صباغ عمر تاجره طالا لا نحنك اكد عنو تانو وهذه اول كليب مع جد شويرة بالعلاقات الانسانية اذا بدك بيتضح لك فجأة انو هيدا الشخص ممكن تكون مؤمن له وطلع مش منيح معك بس كلمة يسقط كل قريبة اكتر للجو والثورة يمكن او شي فكيف كانت هادي الكمبينيشن بيناتك انا انا اعوي شي حبات الكلمة حبات الموضوع حبات اللحن موضوع كتير جديد اكيد وهي بتقول بطل في حدا طيب بطل في حدا ملاك كله بيطلع بالاخر ندل مسبق القراط حسيت موضوع غريب موضوع بنا بس في ميسج واصلة لو الكلمة فيها سافل بس في ميسج واصلة ومين مش مارك بحياته ناس منيحة وناس سافلة اكيد وكل العالم مارك بحياتها ناس ما بتسوى تجارب صعبة وناس تسوى فارس انت بالعادة يعني هيك عكتير من عناوين اغانيك بتنقز نسوانجة امرجة وقلق سافل انت بتختار تلعب على هيدا الوطر ولا بتسائب والله هاي بيجوني لواحد يمكن لا بتصدق حلا اكيد انت كنجم معروف كتير طبيعي الشعراء يختاروا لك مواضيع تشبه شخصيتك الفنية اكيد يعني عملت لون خاص فيه اكيد وهيدا اللون نجحت فيه وهيدا اللون قريب من الناس والناس بتحبه وهيدا يعني هيدا الواقع انا مغلل لاني شي بالكوكب اخر بس انه الناس بتعلق اوقاته بتنتقد بعد الاشخاص هيك فيه ناس سلبيين ما بيشو بيسعب ما بيعلوا ولا على السلبي انا مأكد انه رح يعلم مأكد انه رح ينتقده ومأكد انه رح ينتقده ومأكد انه انه يضاربه كسر الارض صالوخ ارجو والله العظيم ممكن هبتشوفه هيدا الالبوم رح يكون مع شركة روتانا بإذن الله كان عمين حكى انه هيدا اخر الالبوم بحسب العقد يلي انتو ماضينوا قبل مع روتانا من بعد هيدا السادة شو يلي رح يصير بحسب هيدا العقد مظبوط هيدا اخر الالبوم فانو روتانا انا كلمة روتانا عندي بتساوي اسم سالم الهندي او بفواز اللي عندي ضعف علي صار لعشرين سنة انا وياهون هالشي ما بيمنخ انه نحن عطول في اختلاف بوجهات النظر في عطب عقد المحبة اكيد اه في ايام اه هيكي اه اه يمكن هني مش مبسوطين يمكن انا مش مبسوطين من واقف انا عقدته يمكن انا مش مبسوط من واقف اني اقابدوها بس محبة موجودة لا يفسد للوت قضية اه بدا محبة موجودة وكنش يمنيح وما اصروا معي وانا ما اصرت معهم انا بيت وافي معهم عشرين سنة والعمر الجاية احنا بنعرف علاقتك من روتانا من زمان وانا شخصيا بعرف انه استاذ سالم عنده فارس كرم بيكنن لك معزة كتير كبيرة هايدي لما سناها على مدى سنين بس بنفس الوقت جمهور فارس كرم بيسأل ليش مش موجود بحفلات السعودية رغم هايدي النهضة الكبيرة يلي بيشكل كتير مباشر روتانا قلع علاقة فيها اه يعني انا طلعت ثلاث مرات انا حفلات السعودية وطلعت عرس كمان فرح بالسعودية فحفلة بالزيت حفلة بالنائس ما رح تقسط بمسيرة الفنية وبعرف اه بعرف محبتهم اللي قال لي لو انا ربش بوجود رح يكون فيه بالفترة الجاية بإزال الله حفلات بالسعودية يعني هن الجهور السعودي عطول بيسأل عنك حسب متابعتنا شعلي تويتر وبواقع التواصل انا الشرف و انا حاضر و بالعكس ما في شي انا بس انه ساقة بت هديك المرة انه لا باتواجه عدد من حفلات السعودية و و اللي صار صار و انا بني بني هتباني يعني و بالعكس هي انا مصور احلى كيب و اجمل الالبوم و الديم جاي مايك روتانا كلو موجود ايوان شفت كير حفلاتك المقبلة وين رح تكون عندي سبع حفلات بلبنان بالسعود عندي سوريا عندي الاردن عندي دوباي عندي قطر ليون رايح على قطر عندي نيونان عندي ابروز عندي سمي الحفلات جايه بات كتير ايه الحفلات جايه بي اظهر على الله والاطحة الاطحة هون بلبنان بالموفمبك وعمل حنزان صحر اعمل حنزان مش يمكن اكيد هي منافقتني بكل لفعز بتنفسوا وحضرة تحمي كل العالم وعملت آلبوم صورته الالبسي ريسيتال ديني لأول مرة بشهر اياه ويكون من اراني التراتيل القديم اللي عملتها وش دات صح؟ حملت خمس ادم وستة جديد صورتهم مع فرعة كبيرة والبسي تنهلها هلأ بها الشهر حيضا شهر مبارك على الجميع امين يا رب موسيقى انا انا واللي بحبهن بحبهن يعني كل العالم تعرف انا مين بحبه ومين ما بحبه ايه وما عندي شين خبرة يعني انا اللي بدي قوله بدي قوله ولي بدي عمله بدي اعمل ولي بدي حبه بحبه ولي ما بحبه كبير ما بحبه مين مش حابب هلأ كيف كنت ابني حابب اه فيه الفانس فانس فارس كرم حملوني سؤال امانة انا اذا ما بدك ايام نقصه بالهوتاج حابين يعرفوا اذا ابنك كرم قال لي خيل لك يا ابناتها ما بتحب تحكي عن العيلة بس اذا بيشبعك ولا لا بدني طعم نوبيل بيشبعك بالشيران اكيد بيشبعك اكيد بيشبعك اكيد اكيد نشبعني ماريا وقرة انا حيومي بط الخيرك يا ربي الله اعطان لي الله يطعم النعمة ويحرمها من ايابات بحبه اليوم يكونوا بهاد على الفان و بهاد على الصورة و بهاد على الشيء بحبه اليوم يلفظوا انه اليوم يلفظوا على الفان عيلا بحبه ايه شو السبب؟ هل قدل وسط الفني؟ بشي عم نشبعك؟ في ناس منيحة وفي ناس مش منيحة يمكن انا نشوي ما بدي ابنيه يطلع مثلي بدك اكتر منيه يمكن انا امني منيح او ما بدي ابنيه يطلع مثلي فيه فيه صراحة اكتر منها بس هم يعرف اصبح الوسط واذا طلع انه عندهم صوت؟ اذا طلب موهبة فريدة موهبة كبيرة كتير ساعتها الله يوفقني يا رب بس انا ما بحب نزل صور ولادي وما بحب يمكن هني بسيب اقولوا له ايه عنده غير موضوع ايه فسي اكيد رمال السعب بيته ولجوه غير بيته ولبر انا اكتب مفتوح نقيه عنه كل العالم انا ما عندي شي نقبل كان في عندك عطب اه يمكن مطل على العلن بس بينك وبين سلطان الطرب جورج والصوف بس رغم هيك شفناك بالتعازي لما توفى ابنه والله يرحمه بمعلم الكل وحبيب علم الكل وابوديع ممره بره بهدنب الله طول بعمره من اخر الحمالة ابو وديع الله راسي من شوه احنا مش هنطول عليك لانه في زمولة كمان بعض وفيه بكونت كامل التصوير حبيبي وانا كمان وانتي طعشي الاول بالاول مش بس مهي معك كتير عالق الليلي عني خليلي خليلي شكير فارس كلك زو شكرا شكرا